المياه المعبئة ما بين أنواع المياه المعبئة المختلفة واللي مستحيل انها تضبط وهذا باعتراف الشركات أنفسها على كل الموضوع يتعدى هذا بكثير أوضح أكثر هذه المياه اللي توضع في قوارير بلاستيكية هي إما جوفية جبلية ينابيع أو آبار أو ما شابه أو محلاة أو غيرها من مصادر مختلفة للمياه الشركات التجارية وأنا أعني ما أقول الشركات التجارية اللي وصل عددها عدنا إلى أكثر من مئة شركة وهي النسبة الأعلى في دول الخليج حتى وصلنا إلى مرحلة أصبح البعض يردد مقولة مفادها اللي متقاعد ويبغي يتسلى على بيزنس مريح ومربح يفتح لشركة مياه معبئة هذه الشركات وبشكل مختصر تأخذ الماء تنقيه وتوصل إلى مرحلة صلاحة للشر أنت أيها المستهلك بإمكانك أن تقوم بهذه الخطوة في البيت من خلال استخدام بعض الفلاتر أو بعض أجهزة التحلية متفاوتة الأسعار واللي الشركات البائعة لها تتضرب في أسعارها ولهذا لا بد أن تنتبه لأسعار هذه الأجهزة على كل هذه الشركات وبالمناسبة لا تتصور إنها شركات كبيرة كشركات النفط أو تلك الشركات الصناعية الموجودة في بعض المدن الصناعية لا بعضها هو أشبه ما يكون بمطبخ مكبر هذه الشركات تقوم بإضافة خطوات إضافية وهذا هو الفرق بينك وبينها هذه الخطوات من أجل إظهار تلك الكمية القليلة من الماء المحبوسة في تلك العبوة البلاستيكية تظهر في نهاية المطاف بذلك الشكل الجميل لا أستطيع الحديث عن كل هذه الخطوات سأركز على نقطتين التعقيم والتعبئة يتم تعقيم المياه بطرق مختلفة ولكن في الخط التجاري يتم استخدام الأوزون ليش الأوزون؟ لأن الأنسب إليهم وأنا أعني الشركات التجارية والأوفر اقتصاديا ولكن من مشاكل الأوزون إنه من نواتجة أكسيد البرومايت اللي تعد مادة مصرطنة إذا تجاوزت الحدود وعن أي حدود أتحدث؟ أتحدث عن 10 مايكروغرامات في اللتر الواحد بمعنى أني أعني عشر أجزاء في المليون وهذا بالاعتماد على ما أفضت إليه الدراسات والبحوث وهذا بحسب ما يتناسب أيضا وما هو مكتوب في نصوص وقواعد الشركات والمؤسسات الرقابية التي تعنى بالرقابة والإشراف على المياه المعبئة في أوروبا تم اكتشاف تجاوزات فيما يتعلق بهذه المادة عدنا تم اكتشاف تجاوزات أيضا فيما يتعلق بأكسيد البرومايت بعض الشركات التي تجاوزت الحدود أغلقت بعضها عاد أزاوى للعمل من جديد وهذا ما هو سر موجود في الإعلام وفي نهاية المطاف وهي النقطة الثانية يتم تقديم الماء بكميته القليلة في عبوة بلاستيكية بشكل جميل هذه المادة البلاستيكية مصنوعة من الـ PET أو البولي إيثايلين تيريفيثيليت ودائما يرمز لها بالرقم واحد في داخل مثلث بثلاثة أسهم متتابعة وهي للاستخدام لمرة واحدة وهي آمنة في ظروفها الطبيعية وهنا مربط الفرس دراسة من الدراسات التي أجريت في أوروبا وكندا على أفضل 63 شركة معبئة للمياه وجدوا أن هناك مادة رصاصية تتحلل من هذه المادة البلاستيكية تترسب في الماء ولا ترى بالعين المجردة ووجدوا بأن تركيز هذه المادة الرصاصية هو مئة ضعف الموجود في المياه الجوفية وهناك دراسات متعددة في هذا المجال هذه الدراسة على وجه الخصوص موجودة في الووتر ريسيرش ماجازين أو المجلة التي تعتني بأبحاث المياه دراسة من الدراسات الداعمة لهذه الدراسة وجدت أيضا بأن ترسب هذه المادة الرصاصية كما وكيفا يزيد كل ما تعرضت العبوة البلاستيكية لدرجة الحرارة العالية وأشعة الشمس ولكن أي درجة حرارة وأي أشعة شمس هم يتحدثون عن معايير أوروبية وظروف أوروبية تعال وشوف الموجود عندنا بتلاحظ أن سيارات التي تنقل صناديق المياه تتجول في وقت الظهيرة الشمس تضرب تلك السيارة من كل حد وصوب تحت درجة الحرارة العالية وشوفوا كيف تخزن هذه الصناديق في نهاية المطاف وأيضا كيف ترمى على ممرات البقالات لتعلموا بحجم الجريمة التي نرتكبها في حق أنفسنا حينما نشرب هذه المياه المعبئة الحديث دو شجون والحر تكفيه الإشارة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر